اشتركوا في القناة 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 خمس رغفان ثلاثمئة غرام الآن العيلة اللي فيها ست اشخاص او سبع اشخاص كيف يدبروا امورهم يعني يعني حسبي الله يعني كان مسلا العيلة متل ما عبتقول سبع اشخاص مثلا كفيهم 4 اخمس ربطات بالنهولة هلا 10 ربطات ما عبتكفيهم وزيادة سعرهم يعني وشلون العالم عايشة والله ما احد عب يعرف يعني هلا انت انت الامر شو عب يأثر عليك يعني طبعا اكيد في تأثير سلبي عليك يعني انا عب اثر علي انو خف البيع اول شيء وتاني شيء عب ابيع السلعة وبكزا بروح بجيب غيرها مثلا منشان عبي الرف يكون سعره اكتر مثلا بعشرة وخمسة عشر ليرك امان خسارة اليه يعني عب اخسر زبون وعب اخسر وعب اخسر اثناء بيع السلعة يعني لانو يعني فيه مثلا شغلات ام بيرها بنفس النهار ثلاث مرات غليت وما سعطونا ازعاره مثلا شوال السكر ام بيرها مية وعشرين ليره دفعة واحدة غلي وها هادو مثلو قديش كيلو السكر كيلو السكر اليوم تسعة تسعة ونصف يعني ينبيع يعني شوال السكر اليوم علينا اربعمية وخمسة وثلاثين ليره علينا ع السمان ويه سماء ياسع كل الغراض يعني بشكل عام مثال هذا من الحليمون ايوه كان رسماء لكيلو ست ليره عتم بيعه بعشرة اليوم رسماء لكيلو سبعين ليره سبعين ليره اضعاف مضعاف طبعا بيرتفاع الدولار عبيرتفاع كل شيء للمحتكرين اللي يحتكروا هادو اللي يتلعبوا بالاسعار ولي يزيدوا على كيف والله حسبي الله نعم الوكيل فيه يعني فوق الضغط وارتفاع العمله وكاذا هنز زادوا علينا يعني عبدالله سيدو في ضل الاوضاع المعيشية وارتفاع الدولار مقابل الليره التركية كيف عبينعكس هذا الامر عليك انت كقصاب هون؟ هلأ انا كقصاب ما بأسر علي كتير بس بالنسبة للزمان المواطنين الموجودين في المدينة يعني عبجي يزمون مثلا الفروج امبير هارتكون حقه مثلا 30 ليره عبجي بعد بيوم واحد او ما في بعد بيوم بعد بساعة بساعتين عبطل الفروج ازادت ليرتين او ثلاثة يعني صار بتأسر كتير واليومية هي هي والعالم صارت يعني شنون لك تحكي مع حالة ببنقوله هلأ تعتبر اللحمة هي من الاكلات المفضلة بشكل عام سواء كان الفروج او غيره او هي تعتبر يعني اكلة شيء اساسي شيء اساسي برأيك انه خفت الزبين عندك او لا لا لسه المستوى هو هو لا المستوى هو هو بس الارباح خليت بسبب غلاء الاسعار يعني اول كان الشغل احسن والمربح احسن هلأ الشغل هذا هو تقريبا بس المربح كتير خف بالنسبة للفقير بالنسبة لزباينك اللي وضعهم المعيشي يعني متوسط او تحت المتوسط هل يعني بهاي الفترة فقدت زباين كانوا يشتروا من عندك هلأ ما فقدت بس كسلت الدين الدين كتير صار العالم تدين كتير ما مع مصاري يقولك لرأس الشهر يستنى كرتل الاحمر يستنى يعني صار يستنى المصاري اللي عيته مضر معه مصاري بجيبه اول يجي زبوه معه مصاري زياده هلأ حتى مصاري مضر بتدين؟ بدين للاشخاص اللي بعرفون شباب نحنا كليتنا بنعرف وتعوا تدينوا منعرف اخي في ظل ارتفاع الاسعار اللي نحنا عم نشوفه كيف الحياة عبتنعكس عليك انت؟ والله عبتنعكس كتير سلبل علينا في رفع يعني الدولار لاني شغلنا ما عم بطابق لهالاسعار هاي هلأ انت شو اكتر مادة عبتأثر عليك؟ في عندك كم ولاد شو بتشتغل؟ عندي والله ثلاثة ولاد بشتغل بالانشاءات عمل بالانشاءات اليومية اللي عبتاخدها برأيك انه عبتكفيك انت كاكل وشرب ومعيشة؟ لا والله ما عبتكفي؟ لا مثلا شو هي المادة الاساسية اللي اكتر شي عبتعاني من تحصيله لأولادك؟ الزيت والزيوت والسكر والسمنة ايوة والمواد الغذائية يعني اجمالا طيب من خلال هيا الشاشة كونوا معنا ياريت توجه رسالة للمحتكرين اللي عب يستغلوا ولي عب يحتكروا المواد الغذائية؟ نتمنى منهم اني يطلعوا هيك ويحسوا فيه اخرى ويطلعوا هيك اني فيه عالم وفيه عوائل بحاجة لهالشغلات اني نتمنىهم اني بطلع شغلة الاحتكار اخي انت كصاحب فرن في ظل الاسعار المرتفعة هلأ كيف عب يأثر هذا الامر عليك وعلى الزبون؟ يعني هلأ بشكل عام بيأثر على حركة الشغل اول شي وبنفس الوقت يعني بالنسبة للزبون يعني بيلاقي اللحماجين ارخص شي يعني فاشلون؟ قديش الكيلو عندك؟ هلأ خبز كيلو وخمسة وعشرين خمسة وعشرين يعني كان عندي انا مثلا خبز الكيلو بعشرين كنا نجيب كيس طحين مية وثمانين هلأ مجيبه ثلاثمية وخمسة وثمانين وهلأ رايع الاربعمية وحتى يعني رايع الخمسمية فاشلون؟ يعني هذا المادة للطحين اكتر شي عب تأثر عليك؟ اي اكيد طيب شفت انه في يعني مثلا الزباين قال له عندك بسبب غلاء الاسعار ولا لا الزباين هنا؟ لا لا بالنسبة لي ما اثر يعني متابعين الكرام لهون بكونوا وصلنا لنهاية الفيديو متل ما شفتوا الناس كيف مدمر من غلاء الاسعار ارتفاع الدولار وارتفاع المواد الغزائية طبعا الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الارض يرحمكم من في الصماء نتمنى منكم اذا هذا الفيديو نلعى الاعجابكن ما تنسونا من الاشتراك وتفعيل زر الجرس والسلام والسلام اشتركوا في القناة